وننقل لي ما يحدث إحنا دايماً بنتكلم دايماً بنقول في كل حلقاتنا إن سلو المصريين الجدعانة دي صفة من الصفات الأصيلة في المصريين المصريين جدعان جداً المصريين بيسندوا الشعب الفلسطيني في غزة فيما يحدث الآن من اعتداءات بكل ما يقو عليه من أشكال المساعدة مش هتكلم بقى على اتصالات الدول بالسيد الرئيس واتصالات الرئيس بالدول ودور مصر لا أنا خلوني أتكلم عن المصريين نجوم الفن ونجوم الرياضة ونجوم القرى جميعهم أو معظمهم أعلنوا دعمهم وتضامنهم مع فلسطين والشعب الفلسطيني مشاخة الأزهر غيرت صورة بروفايلها على صفحات التواصل الاجتماعي بصورة لدعم فلسطين جامعة الزأزي أعلنت للطلاب الفلسطينيين فيها أنهم يقدروا يأجلوا امتحنتهم مصر تقدر مصر تقدم يد العون مصري كمان الخارجية المصرية طلع أصدارة بيان قالت فيه أن مطار العريش جاهز لاستقبال المساعدات والمعونات الدولية عشان نوصلها لشعبنا وأهلنا في فلسطين وإحنا جاهزين ومنتظرين وبالفعل ابتدت المساعدات تصل إلى مطار العريش زي من الأردن ومن تركيا كمان المصريين لأنهم عارفين جملة عمر الدم ما يبقى مية المصريين بيقدموا حملات للتبرع بالدم على مستويات مختلفة مؤسسة حياة كريمة أطلقت حملة للتبرع بالدم لصالح شعب الفلسطيني في غزة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الجامعات المصرية التحالف الوطني وغيرهم مصر بتقدم دمها لمساندة الشعب الفلسطيني في الأزمة وصدنا أهو اللقطات لهذه الجدعانة المصرية اللي احنا عارفينها وحفظينها ومتعودين عليها وقت الأزمة تلاقينا موجودين في منتهى الجدعانة طيب